المصريف ان نبيل معاها المهنة لان يفرر روابع الشبيعة وصلى الله تعالى المهنة في المدد المهنة على الحق يبيل وكما ذكر لا يأشع سمين لو لا يأشع سمين الله يكلم لا تأخذني شكر الله لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فأن بغي أن نغنم من مجالسنا هذه تفسير آية من كتاب الله عز وجل أو فهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعلم مسألة من مسائل الفقه وكذا نغنم صلاة وسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ففي كل ذلك خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فقال عليه الصلاة والسلام نظر الله أمر أن سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فقال عليه الصلاة والسلام وكذلك من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وقال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة فعلينا أن نغنم من مجالس هذه لأنكم تعلمون أن هذه المجالس تثبت في صحائفنا يوم نلقى ربنا سبحانه وقد قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائرهم في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال سبحانه بلى ورسلنا لديهم يكتبون فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فعندنا ملائكة تكتب أقوالنا وتكتب أعمالنا تلازمنا حيثما كنا فإذا تكلمنا بأية كلمة كانت كتبت حتى المزاح يكتب مرض الإمام أحمد بن حنبا رحمه الله تعالى مرضا شديدا فكان إن في مرضه يتأوى آه آه فقال له قيل من جلسائه يا إمام إن الإمام طاوص بن كيسان رحمه الله ومن أئمة التابعين يقول إن الأنين يكتب لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فما أن الإمام أحمد حتى مات بدلها بكلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله فلا يخف عليكم أن المجال ستكتب وتسجل في صحائف أعمالنا وسنراها يوم القيامة قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا وجهان فملاقي كدحك وملاق ربك وكلهما متحقق سترى أعمالك وسترى مجالسك وسترى أقوالك فكان من الجدير بنا أن نملأ مجالسنا بما يصرنا يوم أن نلقى الله مع بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى في باب من الأبواب ذي أهمية وهو باب الإيمان بالقدر ولا يخف عليكم أن القلوب تطمئنوا بالقدر تطمئنوا إذا أمنت بقدر الله سبحانه من وجوه المفسرين في تفسير قول الله تعالى الذين أمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب فيها حوالي سبعة أقوال أو ثمانية أقوال من اختلاف التنوع من هذه الأقوال الإيمان بأن الأمور قدرها الله نفسك تطمئن كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم فحول هذه الآيات أتكلم كلاما سريعا إن شاء الله وبعد ذلك في أسئلة متعلقة بأبواب القدر إن شاء الله تطلح ويجاب عليها فأقول وبالله التوفيق لقد قال الله تعالى ما قسناتم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم لتأويلها ومن يؤمن بأن الأمور قدرها الله قلبه يطمئن وفي سورة الحديد يقول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلق النفس وهي مكتوب في كتاب إن ذلك على الله يسير أخبرناكم بهذا لماذا لكي لا تأسوا على ما فتكم لا تندموا على شيء فتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام أخرجه مسلم في صحيح فكل شيء نفعله أيها الإخوة وكل شيء يمر بنا مقدر ومكتوب فهذا المجلس مقدر ومكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام أخبرناكم بهذا لماذا لأنك ممكن تخرج في تاجر وتصب خسارة في مالك وأنت ترجل ربح فلا تقلق إذا علمت أن هذا الأمر قدره الله سبحانه وتعالى وهكذا وربنا يقول لأهل الإيمان قولا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا في ماذا يا رب قال وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فالكافر إذا خرج أخوه غازيا أو مسافرا فمات يندمه الشيطان تنديما شديدا فيقول لو كان عندنا ما ماتوا وما قتل ليتني منعتوا ليتني فعلتوا فيجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم أما أنتم يا أهل الإيمان شرع لكم أن تقولوا قدر الله ما شاء فعل إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها فلنا هدي في هذا الباب فكل الأمور التي تحدث أيها الإخوة وتجدي في هذا الكون مكتوبة ومقدرة تقديرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رؤية أزعجته رأى كما قال رأيت كأن ديكا أحمر جاءني فنقرني ثلاث نقرات شملت هذه الرؤية أمير المؤمنين عمر شلس فكر فيها كثيرا وبعد مدة نسيها فلما جاء أبو لؤلاء المجوسي وطعنه ثلاث طعناته ويصلي قال وكان أمر الله قدرا مقدورا لا يستطيع الشخص أن يفر من الذي قدر له بحال من الأحوال فالمقدر لابد وأن ينفذ فينا نعلم جميعا أن الهداية مقدرة والإيمان مقدر ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فقد يكون لك ولد متعب دوخك وأتعبك وأرهخك قد قل لماذا هذا الولد كذا وانا دعو ليل ونار قل الإيمان مقدر والهداية مقدرة وربنا قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها مهما كان عندك من ذكاء لن تستطيع أن تهدي شخصا كتبت عليه الغواية سيدنا نوح عليه السلام ما استطاع هداية ولده وإبراهيم ما استطاع هداية ولده وفرعون ما استطاع أن يضر بزوجته المؤمنة ونوح ولوت خانتهم امرأتهم وكانت من الكافرين ورسولنا لم يستطع هداية عمه أبي طالب فالأمور مقدرة وربي يقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله مهما بذلت الإيمان مقدر الغواية مقدرة الغواية قدرها الله سبحانه وتعالى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يضلل الله فلا هادي له فلا هادي له والشيطان قال ربي بما أغويتني الغواية مقدرة الرزق مقدر وهذا لا ينخرم لا ينخرم أبدا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون دخل عمر رضي الله عنه يصلي صلاة العشاء قال فعبد الله بن السائب رضي الله عنه فتلى عبد الله بن السائب آيات من سورة الزاريات حتى بلغ هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد وفي صلاة قال أشهد أشهد فالرزق مقدر وأنت في بطن أمك يأتي الملك الموكل بالرحم يستأذن يستأذن ربا يا رب بعد نفخ الروح كم أكتب له من الرزق يا رب وأنت في بطن أمك حتى تطمئن ويهدأ بالك وأنت في بطن أمك الملك يأمر الملك يؤمر اكتب من الرزق كذا وكذا اكتب العمر كذا وكذا اكتب شقي أم سعيد اكتب العمل كل ذلك ونحن في بطون أماتنا قبل أن نخرج إلى الحياة الدنيا ثم بعد هل نستقرد في رحم أماتنا المدة التي يستقردها الناس أم ممكن يحصل سقط الله قال أيضا وهذا حتى يطمئن قلب المرأة التي تجهد كثيرا تقول تدغط على عند الأطباء وما ودائما يحصل إجهاد الله قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وقال في الآية الأخرى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى فلن تجهد المرأة إلا بإذن الله ملك موكل بالرحم مأمور يأمره الله بالذي يريده سبحانه وتعالى فلا تخلق المرأة لا تخاف من الإجهاد من عدم تدور ربه والباقي الذي قدره هو الله سبحانه وتعالى كل شيء الرسط مقدر الأعمار مقدرة ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون السعادة مقدرة والشقاوة مقدرة الابتسامة مقدرة وأنه أضحك وأبكى من الذي يضحك ومن الذي يبكي وممكن واحد يتكلم كلمة عشر من يضحكون وعشر يخدمون من الذي أضحك ومن الذي أبكى إنه الله سبحانه وتعالى ذلك سعيد بن مسيب رحمه الله يقول جاء أجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي سؤال ما اسمك؟ قال اسم حزن أو حزن قال بل أنت سهل بل أنت سهل نغير الاسم السهل قال لا أغير اسما سمنيه أبي قال سعيد فما زالت الحزونة فينا دائما حزين يأتي رزق حزين ما يأتي رزق حزين دائما ما زالت الحزونة فينا وبينما هناك مرأة كانت على عهد الرسول مزاحة هاجرت فنزلت على مرأة المزاحة مثلها قال النبي الأرواح جنود مجندة الأرواح جنود وآخر كان يهودي عيازا بالله زنة وحكم عليه بالرسم مع المرأة وانظر وهو يرجم ويحتضن المرأة حتى لا تأتيها الحجارة فمن الذي قزف هذه الرحمات في قلوب الناس إنه الله الرحمة التي في القلوب مقدرة الرحمة التي في القلب مقدرة جاء الأقرى ابن حابس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرأى يقبل حسنا أو حسينا قال يا محمد تقبلون صبيانكم والله لي عشر من الولد ما قبلت واحدا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك ماذا أصنع إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك فالرحمة المقزوفة في القلوب مقدرة قال تعالى في شأن يحيى عليه السلام وحنانا من لدن حني موجود في قلبه من عند الله وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا فهكذا الأمور كلها مقدرة المحبة مقدرة كونك تحب هذا الشخص أو تبغضه كل ذلك مقدر قال الله في شأن موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولطوصنا على عيني فالذي ألقى محبة موسى في قلوب الناس هو الله هو الله كل من يراه يحبه من الذي قد ففل حب موسى في قلب الأباد إنه الله سبحانه قال الرسول في شأن خديجة إني رزقت حبها قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود أي محبة في قلوب الأباد وحيانا تأتي أنت إلى شاب شاب هائش طائش فرأى حب امرأة فيها كل صفات الدمامة فأحد فتصاء كارتاء سوداء أنفوها عظيم فمها بارس ضخم كل صفات الدمامة الموجودة فيها وهو يحبه حبا شديد وأنت تتعجب حتى إن شاعرا ماجنا قال ويحبه واحدة بهذه المسابة أحببت لحبه السودان حتى حببت لحبه سود الكلاب يعني خذف في قلبه حبه حتى أي شيء أسود يحبه حتى الكلب الأسود أصبح مولعا به فمن الذي يقذف هذا في قلوب الأباد ومن الذي يمنع الله سبحانه وتعالى فلذلك قالوا المقة من الله المقة من الله سبحانه وتعالى فالمحبة مقدرة والبغض مقدر والشفاء مقدر أنت مريض لن تشفى إلا في زمن قدر الله لك شفاء لن تشفى إلا في الزمن أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به البلاء ثمانية عشر عاما ثمانية عشر عاما وكل الأطباء عجزوا عن دواء وهو يده ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مسني الشيطان بنصب وعداد لكن لم يقدر وقت الشفاء خرج ذات يوم لما قدر الله له الشفاء خرج ذات يوم مع امرأته الوفية له لقضاء حاجته قل انتظري فكان حقييا يستحي أن يتكشف عليها ويقضي الحاجة فبينما هو ابتعد عن عينيها إذا بالوحي ينزل اضرب برجلك اضرب ماذا؟ اضرب الأرض وماذا عسى هو أن يجد ضرب أنت مرفعل اضرب برجلك ضرب الأرض برجلي تفجرت يا نبيع قال تعالى هذا مغتسل بارد اغتسل يا أيوب كل لداء في جسمه ذهب وشراب اشرب يا أيوب كل لداء في بطنه ذهب عاد أجمل ما كان بإذن الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين كان معه وطفق يجمع في ثوبه يحص في ثوبه يعني ملأ وعائين عظيمين من الذهب كان معه وطفق يجمع بعد ذلك في ثوبه ناداه رب يا أيوب ألم أكن أغنيتك قال بلى ولكن وعزتك لا في نبيع بركته فرجع متى قدر هذا الشفاء بإذن الله تعالى موسى عليه السلام راجع من عند بلاد مديا مع زوجته وأولاده وظل الطريق في سيناء والجو برد شديد والدنيا ظلام دامس ويوري الزنات فلا تتورى ولا تنقدح والجو مظلم ومخيف رعب هناك وبعد ذلك يرى نارا ففي النهاية يذهب إلى النار لعل يأتيكم منها بقبس أن أوجد على النار هدى فإذا بالمفاجأة العظم إنني أنا الله لا إله إلا أن أفعب وأقم الصلاة لذكري إذا مذرت إلى قول الله تعالى ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى يعني جاء في وقت قدره الله الطلاق مقدر إذا قرأت في صورة الطلاق في صورة الطلاق ترى آية في سنايا الصورة ترى في سنايا صورة الطلاق قد جعل الله لكل شيء قدرا ما مناسبة وجودها في وسط آيات الطلاق قال بعض العلماء المطلق قد يقول يا رب كانت زوجة طيبة وأنا مخطئ يا رب وهي تقول يا ليتني أحسنت أحسنت صحبة زوجي ويبدأ التنديم فكأن لا تقول اعلم يا زوج لم يكن لك أن تطأ زوجتك إلا بهذا القدر الذي كان منك كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطنا سواجناك ولم يكن لك أن تزيد مرة واحدة أبدا في حياتك وأنت يا زوجة ما كان لك أن تأكل من بيت زوجك ولا أن تنق في البيت إلا بهذا القدر فلتطمئن القلوب إذا إلى قدر الله سبحانه غلاء الأسعار وانخفاضوها مقدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غل السعر على عادي فقالوا قد سعر لنا يا رسول الله أعمل تسعير جبرية فقال إني أخشى أن يأتيني الناس يوم القيامة يطالبونني بحقوقهم ولكن إن الله القابض الباصط المساعر ولكني أدعو الله سبحانه وتعالى يدعو الله أن يخفض الأسعار سقوط نجم على نجم مقدر سقوط نجم على الأرض مقدر فلذلك لا نخاف واحد يقول فيه كوكب متجه للأرض سيدة المرة نحن نوقن بقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول فالذي يمسكها إذا أراد أن تتهدم السماوات والأرض قادر على كل شيء فنفسنا دائما أيها الإخوة مطمئنة بكل شيء لأننا نعرف أن كل شيء مقدر وهذا الذي آمنا به كما قال الرسول تؤمن بالقدر خير وشري لا يمنعنا من الأخذ بالأسباب لا بد أن نعمل كما أمرنا ففي باب المعتقد نعتقد أن الأمور مقدرة وفي باب الأخذ بالأسباب نأخذ بالأسباب علمنا أن الرزق مقدر لكن فامشوا في مناكبها وقلوا من رزق وليه النشور عرفنا أن الشفاء مقدر ولكن تداووا عباد الله إن الله ما أنزل دان إلا أنزل له دواء عرفنا أن النصر مقدر ولكن يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط خيل تريبون به عدو الله وعدوكم فنأخذ بالأسباب لذلك مر عمر رضي الله عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن في طعون يقله طعون عبواس كان بالشام وكان يعصف ببني آدم يعني تصبح اليوم من الصباح ينادي المنادمات فلان وفلان ألف ينادي ألف مات اليوم آلاف مؤلفة طعون يعصف ببني آدم فلما وصل عمر مع بعض الجيش عند البلدة التي فيها الطعون وقفوا فقال عمر يا أصحاب محمد يا أصحاب رسول الله ندخل البلدة أو لا ندخل اختلفوا قال قوموا عني أدخل علي المهاجرين والأنصار اختلفوا قال قوموا عني أدخل علي كبار المهاجرين والأنصار والبدريين فاتفقت كلمتهم لا تدخل يا أمير المغين لا ندخل فمشى عمر وأخذ طريقا آخر فإذا بمنادي ينادي يا ابن الخطاب تفر من قدر الله تفر من قدر الله فالتفت فإذا به أبو عبيد بن الجراح فقال عمر يا أبو عبيد لو غيرك قالها يعني هذه الكلمة لا تأتي منك أنت رجل أمين الأمة ثم قال يا أبو عبيد لو كانت هناك أرض خضراء وأرض جدباء ومعك غنم فمرت بالجدباء أولا تنزل فيها أو تنتظر الخضراء قال الخضراء قال إنك الرأت هنا بقدر الله والرأت هناك بقدر الله ولكن أمرنا بأن نأخذها بالأسباب هذا مفاد كلام أمير المؤمنين ومن رضي الله عنه فالإيمان بالقدر لا ينافي أبدا الأخذ بالأسباب هذا على وجه الإجمال وبهذا أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام على سؤال الشابين الأنصاريين الذين أتياه فقال قال الشابان يا رسول الله أرأيت العمل الذي نعمل الآن عمل مكتوب جرت به الأقلام جرت به الأقلام وطويت عليه الصحف أما أنه عمل مستأنف عمل جديد عمل ليس بمكتوب قال بل تعملون أعمالا طويت عليها الصحف جفت به الأقلام جرت به المقادير قال ففيما العمل إذن قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة وأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة ثم تل الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى معيئه العمل الخيري وأما من بقل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة الشاهد أننا نعمل كما أمرنا جاء المشركون إلى رسول الله يخاصمونه في القدر فنزلت الآية زوق ما سسقر إن كل شيء خلقناه بقدر هذا بهذا القدر أجتزد شاكرا لله سبحانه على نعمه التي نتقلب فيها إلى ليلة نهار ثم مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شاكرا لإخواني أهل هذا البيت المبارك والأهل الإصراحة المباركة يزاهم الله خيرا مبارك الله لهم ويزاهم الله من فضله هذا وسأل يسأل عن حديث إذا ذكر القدر فأمسكه وإذا ذكر أصحابي فأمسكه وإذا ذكرت النجوم فأمسكه الحديث ضعيف الإصناد ولكن إذا تكلمنا في القدر نتكلم بما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام والكلام في النجوم كما قالنا العلماء النجوم ذكرت في القرآن الكريم بثلاثة أمور وليس لها الرابع الأمر الأول وعلامات وبالنجم هم يهتدون الثاني رجوما للشياطين والثالث زينة للسماء الدنيا يسأل عن معنى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الإرادة الكونية يريد الله أمرا لابد أن يكون لكن الإرادة الشرعية الله أراد مننا أن نقول مؤمنين قد لا يؤمن رجل بل يستمر على الكفر كالقضاء وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه قد يشرك شخص وبالوالدين إحسانا قضى هنا بمعنى أمرا أمرا شرعيا دينيا لكن أمر آخر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل فيكون هذا أمر كوني كضري فالأوامر الكونية القدرية لازم تتحقق لا بد أما الأوامر الشرعية الدينية فقد يتخلف شخص عن الامتساب لأمر الله سبحانه وتعالى هذا وجزاكم الله كل خير وعن من له سؤال فليتفضل بطنحه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الدعاء يغير القضاء؟ هل الدعاء يغير القضاء؟ الحديث الذي فيه إن الدعاء والقضاء يعتل جاني بين السماء والأرض حديث ضعيف لكن عليك أن bursts لكن عليك أن تدعو holidays وعليك أن تؤمن بالقدر كما أمرت عليك أن تدعو كما أمرت وعليك أن تؤمن بالقدر كما أمرت ففي باب الإيمان تؤمن بالقدر وفي باب العمل تعمل كما أمرك الله أن تعمل هذا اختصار الموضوع أما الحديث الذي فيه إن الدعاء والقضاء يعتلي جاني بين السماء والأرض فحديث ضعيف الإسلام بالمسلح يا سيدنا لمسألة الوصية الواجبة الوصية الواجبة هذا الموضوع ليس لوصل للموضانة لكن على أي حال الوصية الواجبة التي عمل بها في بعض الدول أن رجلاً مات وله حفيد وله أبناء يجعلون واجباً أن يأخذ الحفيد من تركة الجد وهم عند جماهير العلماء بالإجمام محجوب بأعمامه محجوب بأعمامه فالوصية الواجبة ليس لها مستنى الشرعي الوصية تستحب لكن لا تجب تستحب بضوابط أيضا الله سبحانه شكر الله لكم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراًanda شكراًatra más شكراً société